بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه من أعظم الأحكام والتشريعات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأحكام والتشريعات التي تنظم للناس حياتهم مع بعضهم البعض تلك التشريعات التي يأمر فيها سيد الناس صلى الله عليه وسلم بكيفية تعامل الناس مع بعضهم البعض بإعطاء كل ذي حق حقه وبالإحسان إلى الجميع إلى كل الناس ولا شك أن من أولى الناس وأهم الناس الذين أمر الله سبحانه وتعالى باحترامهم وتوقيرهم وتقديرهم وتعظيمهم هم كبار السن الله عز وجل أمر باحترامهم وتوقيرهم وحسن معاملتهم لذلك يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم إن البركة في أكابركم الإنسان هذا الله سبحانه وتعالى يحفظ على الناس حياتهم بسبب كبار السن هؤلاء بسبب بركتهم بسبب نفعهم بسبب آثارهم الطيبة التي تركوها في هذه الحياة الدنيا فهذا الأمر من يفعله من يحترم الكبير من يقدره من يعظمه لا شك أنه يبارك له في حياته وفي عمره بسبب ذلك بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن احترام الكبير وتعظيم الكبير في حقيقته تعظيم لله عز وجل حتى قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعظيم ذي الشيبة المسلم هذا الأمر وإن كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للمسلم إلا أنه في حقيقته احترام الكبير لكل الناس حتى لو كانوا غير مسلمين ويظهر ذلك من مواقف ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان في يوم فتح مكة وإذا بسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه يأتي بأبيه أبي قحافة ويذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرض عليه الإسلام وكان رجلا كبير السن شاب شعر رأسه وإنحنى جسده وضعف جسده فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل غير مسلم يقول لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه يا أبا بكر هلأ أقررت الشيخ في بيته فأكون أنا الذي آتيه أدب يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لسائر الناس كلهم بكيفية احترام كبير السن وتوقيره وتقديره أدب علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم لا يتكلمون قبل أن يتكلم الكبير أولا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بعض الصحابة في أمر حدث بينهم إذا أصغرهم سنا وكان اسمه عبد الرحمن بن سهل رضي الله عنه أرضاه كان في شيء بينه وبين حويصه ومحيصه ابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين فإذا بعبد الرحمن بن سهل يبدأ هو بالكلام أولا وكان أصغرهم سنا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسكته ويقول له كبر كبر يعني الكبير هو الذي يبدأ بالكلام أولا هذا الأمر وذلك الأدب الذي تعلمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلموه لمن بعدهم من التابعين وعلموه لسائر الناس وللدنيا كلها لكيفية التعامل مع كبار السن على وجه الخصوص لذلك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه لما كان في مشهد من المشاهد وكان في محضر كبار الصحابة سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وغير ذلك وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسألهم سؤالا ويقول إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن حدثوني ما هي سؤال يسأله النبي صلى الله عليه وسلم للحاضرين من الصحابة يسألهم عن هذه الشجرة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه يقول وقع الناس في شجر البوادي يعني الناس يريدون أن يقولوا إن هذه الشجرة هي شجر البوادي لكنه يقول إلا أنه وقع في نفسي أنها النخلة وهي كذلك هي الشجرة التي لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن في استقامتها وعدم عوجاجها في سيرها على طريق الله عز وجل حتى إنه قال فلما نظرت إلى أبي بكر وعمر وقد سكتا فاستحييت أن أتكلم تعلم هذا الأدب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترام الكبير أمر فرضه الله عز وجل على سائر الناس تعظيم الكبير وتوقير الكبير وعدم الحديث قبل الكبير إلا إذا كان هناك داع إلى هذا كذلك ما نراه أحيانا من بعض التصرفات التي تصدر من بعض الناس أحيانا التي تدل على عدم احترام وتوقير الكبير خاصة في الشوارع في الطرقات في وسائل المواصلات في أي أمر ازدحم الناس فيه أو اجتمع الناس فيه ويعني يتعاملون مع كبير السن خاصة إذا كان رجلا كبيرا أو امرأة عجوزا يتعاملون مع هؤلاء بسوء أدب يتعاملون مع هؤلاء بغلظة والرفق واجب في حق هؤلاء هذا الأمر وإن كان احترام الكبير فرضا كان احترام الكبير أمرا أوجبه الله عز وجل إلا أنه لابد هناك من تنبيهين يستقيم بهم الكلام تنبيه الأول لكبير السن هذا وإن كان الاحترام واجبا له إلا أن ذلك ليس مبررا له إلى أن يسيء إلى غيره مش معنى أن أنا كبير في السن أن أنا أخطئ وأسيء ويعني أوذي غيري بكلام أو أفعال أو نحو ذلك تنبيه الثاني كبر السن هذا نعمة لمن اغتنمه ولمن استخدمه في طاعة الله عز وجل وإلا فلو أن إنسانا استخدم طول عمره هذا في بعده عن الله عز وجل في معصية لله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا ليس بخير لذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم يسأل عن خير الناس وعن أفضل الناس فقال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارنا في خير وفي حسن عمل وفي طاعة وفي قرب منه عز وجل وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة خير اللهم آمين تقبر الله منا ومنكم صالح الأعمال أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته